اشتركوا في القناة تنسوش حاب اذكركوا تحطوا الديسلايك على اساس انه قلت الديسلايكات في الفترة الماضية يعني حست انكم مش متابعين فهذا اشي بزعجني اثنين اللي عنده اي سؤال يكتب تعليق تحت اذا في سؤال من الاسألة انطلب في الكومنتات وحبيت انه احنا نحكي عنه بتحط عليه لايك او بتكتب انت شو اللي بدك اياه يعني على اساس انه هيك يظل في بداية كل حلقة اجوبة وافيدكو شوي في بعض المعلومات بشكل مختصر اليوم طبعا في اسألة اجتني عن الطاقة اكثر اشي شفت انا كثير اسألة كلها بتتعلق بالطاقة لانه حكينا الحلقة الماضية عن الملح وكيف تسوي حياتك خل ومخلل ومش عارف ايش في الملح وتنظم طاقتك بالملح طيب خلينا نقصف شوي جبهة الله يعيننا ان شاء الله انه ما يزعلوا منا جماعة الطاقة لانه ما شاء الله كثير كل العالم صار يفهم في الطاقة عشان هيك يكون هم تبهدلين ولا واحد لاقي هاي الامور يا الله خلينا بدناش نبلش من اولها طيب بيجي بقول لك واحد بقول لك طيب يعني شو هاي الطاقة او هذا الاشي اللي بعملوه والكودات الكونية والاشياء هاي هذي كلها يتحكي فاضي يعني هاي نوع من انواع النصب زي ما انا اجي اقول لك عندي حجر كريم اليك مخدوم فانتي شو بعرفك انه مخدوم ولا مش مخدوم فانتي خلاص او حجر كريم محطوط في ميت مش عارف من وين هاي الكوكب الصغير اللي موجود ورا المريخ اللي اه حطنا في الميتعته فصار الحجر هذا او نجمنا او اعملنا طبعا هاي كلها بروتوكولات النصب يعني هذا كله كلام تسويقي عشان ينصبه اه الكودات الكونية والاشارات والمش عارف ايش والتنجيم وهذي الشكل اللي بيجيك مصاري اخر الشهر يعني بتبلح حالك شك فبيجيك اخر الشهر شك ومش عارف ايش طبعا كله هذا احنا حكينا عنه في الفيديوهات الماضية ولكن اليوم انا بدي اعطيكو تجربة عملية يعني انت بدك تعملها اول ايش عشان نحكي نقطة انه الطاقة او علم الطاقة هو اساس كل الديانات يعني حتى اللي بعبدو الكلاب عندهم طاقة فهمتوا علي فهي كل علوم الطاقة مبنية على الامان واليقين بوجود خالق واتماعن بقدرة ارسال عبادتك او صلاتك او طلباتك للخالق وايقانك بالاستجابة شوفوا مختصرها شو هو انك تيقن بالاستجابة من الله عز وجل لا هيكون لكون هذا مخدوم هذا يعبد الله يسجد لله تذلل لله انت خلي تركيزك على الله عز وجل اللي هو اللي بمنحك كل شيء ماشي وهاي عشان واحد ما يجي يقول لا شو دخلها بالدين وما لهاش دخل بالدين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ماشي عشان ما خشش كتير في امور الفلسفة الدينية بتعرفوا بتص في المواضيع محدش يتفلسف في الدين الطاقة هي بالأساس القدرة الكاملة باتصالك مع الله عز وجل كيف انت بتتواصل معه طريقتك بالتواصل معه كنت قاعد كنت واقف كنت نايم كنت مبطوح كنت مغمض عينيك المهم طريقة التواصل مع الله ويقال اليقين الكامل بالإجابة لا هي بكورس قال بيجي واحد بيقولك أنا كنت فقير وكنت بدي أنتحر وعليي الديون كثيرة وسكرت الدنيا في وجهي وبعدين أنا لجأت لعلوم الطاقة وتعلمت علوم الطاقة والآن أنا عندي سيارة آخر موديل وعندي بيت آخر موديل وعندي دار آخر موديل طبعا مش من الطاقة من الناس اللي تابعتك واشترت منك كورساتك بـ 200 و 500 دولار صار عندك فلوس مش التاكل اللي جابت لك الفلوس وبعدين بروح الواحد بسجل في دورة قال عشان يتعلم الطاقة بلاقي حاله أنه ما فهمش إشي وانضحك عليه بيقولك بدي أعوض بروح بسجل هو بصير يسوي دورات الطاقة ويبيع نفس الكورسات اللي هوش تراهن يبيعن للناس وبخمسمية وبميتين وبثلاثمية وبسوي إيفنتات وبشرح لهم والتنفس والمسح الطاقي والإسقاط النجم وكيف دك تحلق وهو بدي يظلم تابع معك ويبقى أردت لك طاقة واللو قصة إلها أول ما إلى آخر فعشان هيك أنا بدي أعلمكم شغلك كيف أنتوا تفتحوا بوابة التواصل أعظم صورة في كتاب الله عز وجل لشحن الطاقة الكونية الطاقة الربانية تشحن جسمك بهاي طاقة كل يوم هي صورة الواقعة بعد غروب الشمس ولكن بدي أعلمك سرها كيف تقرأها لا تقرأ قراءة المعتاد عليها ليش؟ لأنه أساس الطاقة هي التأمل فعشان هيك بديك تتأمل بديك تخشع فكيف بتقرأها تقرأها قراءة تأملية ها سيجي واحد يقول لك التجويد الأحكام شروط القراءة ما إحنا نقرأ قرآن تقعد تنطلي في هاي الأمور برفش في بطنك أيوة إحنا هاي تأملية وتعبدية وتركيز يعني هذه أعلى من القراءة اللي أنت بتقولها فيها تدبر هاي ماشي؟ طه بتقرأ وبتتأمل كل كلمة بتطلعها ما تجود ما تغني ماشي؟ ما تلحن اقرأ بتركيز بسم الله الرحمن الرحيم وإسرح فيها ذكر أنه باب باب سين سماء ميم مفتوح الله لله لله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة بتخيلها بعيشها بشحن جسمي بطاقة البعد عن شرها وبطلب الخير فيها بدعي بدعي فيها أقول يا رب خففها علي يا رب اجعلنا من أهل اليمين جرب اقرأوها جربوها في سورة الفاتحة بديش تقرأوا الواقعة هي الواقعة هي شاحنة الجسم بالطاقة ولا واحد رح يقول لك هذا الحكي ماشي كل يوم بعد غروب الشمس معك بعد غروب الشمس تقرأ سورة الواقعة مرة واحدة فقط لا غير ولكن تأملية مش ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما تفهمش انت وين قرأت وين وصلت وشو إذا خربطت بكلمة بتضيع تأملها عيشها وتفكر في خلق السماوات والأرض وشوف بتحس انت لحالك الطاقة الكونية وحبك للعبادة والنورانية اللي انت بتشعر فيها في نفس اللحظة لا أنا برسلك من عندي ولا بوديلك ولا بنزلك مجنحين مش عارف إيش من السماء المش عارف وين ينزلوا يضللوا عليك هي لحالها شغالة لحالها بطاقة الله عز وجل ونور الله عز وجل ماشي هي علمتكم باب اللي بيجربها وبيقراءها يرجع يكتب لنا كومنت إيش اللي حس في مع قراءتها هاي وحدي هذا سؤال سؤال الثاني خلينا نرجع لعلم الفلك هذا سؤال انسألته كثير هل الخارطة الفلكية بتحدد لك انه الشخص هذا مسحور هذا باب نصب طبعا لأنه تعال على اي واحد بيجي بقولك هذا الحقيق بيجي بقولك انا بانظر للبيت الثامن بيت الغيبيات ان وجدت في زحل وان وجدت في نبتن وان وجدت في كواكب منتحسة فيدل على سحر اذا ما وجد بقولك انظر للبيت التاسع فإن بيت التاسع يدل على العلوم والغيبيات والمشعار في إيش وهو برضو نفس الإشي ما وجد بقولك بدي أروح بيت متاعبك إن وجد فيه فمعنىته أنت معمول لك سحر يعني بمعنى آخر بده يبعبش لك على أي إشي موجود في الثامن أو التاسع أو الثناش عشان يقولك أنت مسحور أول إشي هذه البيوت بتدل على الغيبيات إنه أنت إنسان عندك روحانيات عندك عب للغيبيات عندك عشق للأمور هاي العلوم زي الفلك والرمل والعلوم الفنجان أو فن الفنجان أو هاي العلوم عندك عشق إلها هو بيقدر يقولك عندك سحر ومعمول لك ومطعم لك ومرشوش لك ومدفون لك ومعلق لك بالشجرة وفي ثم مش عارف مين محطوط في هذا ورمنا في المحيط ورمي نصف البحر وضمر على ثلاثة وقسم على اثنين بيطلع معك الناتج واحد ونصح ولا لا طيب كله كلام فاضي أنا لما بيجي واحد يسألني بيقولي ممكن تشوف لي أنا مسحور ولا مش مسحور أنا باجي شو بشوف بشوف الخرطة الفلكية تبعته بشوف هل عنده روحانيات عالية بطلع على بيته الثامن بيته التاسع بيته المتاع ماشي شفت كواكب موجودة الكواكب هاي بتدل على انه عنده روحانيات عالية في زوايا منتحسة موجودة في هاي الويود باجي بقوله ايش روح اسمع الرقية الشرعية عشان نتأكد مش أنا اللي بقوله انت مسحور كتاب الله هو اللي بيحدد انت مسحور ولا لا قربك لله هو اللي بيحدد انت مسحور ولا لا نومك بومك تعبك صداعك عرقك خدرانك خذلانك هاي كلها هي اللي بتبين انك مسحور مش هالم الفلك اللي بيبين وببين انه عندك روحانية للامور ولا ما عندك روحانية ايجابية ولا سلبية ماشي بعد يعني بتيجي بتكتب انت على اليوتيوب الرقية الشرعية سعيد منع تدخل عليها بصوتي رقية بسيطة مدتها يمكن تقريبا بحدث 13 دقيقة تقعد هيك يا قراءة تنمولية بتشغلها بتسمعها شو حسيت انت حسيت بخدر بصداع سبيت علي لطمت صرخت شو صار معك طبعا كل هذا الحكي مش راح يصير بتحس انت باشياء معينة بتسألني بتقول لي انا حسيت بكذا كذا انا بقول لك ايش تعمل وممكن انت مجرد ما سمعتها مرة 2-3 لمدة اسبوع لحالك تروح الاعراض من عندك وتنتهي كأنه ما صار وفي اشخاص التزموا فيها متابعين على القناة وتحسنت امورهم الحمد لله وبرضو التعليقات اللي موجودة عليها بتشوفوا كيف كنت اتابع معاهم وبرضو كانوا يتحسنوا فورا فعشان هيك هادي امور انه معمول لك وبدو اودي لك وطلسم وحجاب وورقة ومكتوب عليها وآيات تقرأها هاي حاجة ثمنها فلوس يعني بالنهاية هو بدي يقبل منك الفلوس وبدي يقبل منك بدل الاسلوب والزيت والعسل والخلطات والاعشاب وبدو يبيت لك في الليل وسحرك كان قوي واختلفت نيتك وتجدد لك السحر ورجع وشتغلوا لك من اول وجديد وابعث يلا بتبعث كله كلام فاضي وصلت اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد خلينا نروح لتوقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد 28 اثنين 28 شباط اخر يوم في هذا الشهر القمر ما زال موجود بالعذراء في منزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج رح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم السبب سبعة وعشرين بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة السماك الاعزل وهي المنزلة جيدة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر زي ما حكينا وهو موجود في برج العذراء بيأثر علينا جميعا اننا منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد او نتفقد انفسنا من امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين او شرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية عندنا زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر ونبتن وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وست دقائق صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمهم من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابي رح تكون بين القمر وبين بلوتو رح تكون في تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ ورح تكون في تمام الساعة 3 و57 دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عنا خلو المسار فخلو المسار للقمر اليوم عشان الانتقال ما بين العدراء للميزان رح يبدأ الساعة 53 و57 دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و16 دقيقة مساء بعدها القمر بانتقل بصير موجود في الميزان بس فترة خلو المسار هاي فترة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و16 دقيقة مساء طبعا القمر رح ينتقل للميزان تأثير القمر في هاي المرحلة على جميع الابراج بتنعكس الطاقة اللي موجودة عنا في هاي الفترة فبتصير فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن قد تلعب الغير دور فيه علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة وععادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل للميزان معنا تخلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثاء اثنين ثلاثة رح يبدأ فيه تمام الساعة ثنتين وتسع دقائق عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساء لا ينتقل لبرج العقرب طبعا عمر القمر القمر ما زال القمر المكتمل بدأ الان بالانحسار ولكن شيء بسيط عمره سبعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وستعشر دقيقة مساء بيصبح ثمنتعشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة سبعين في المية حتى ساعات العصر بتنزل لثلاثين في المية اما بالنسبة للقمر في العذراء بدأ انتقل للميزان وبدأ يفضل في الميزان لغاية يوم اثنين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة سبعين في المية يعني بشكل متصاعد السعودي فيه اما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم خمسة عشر ثلاثة ما زال منتحس بنسبة عشر في المية أما بالنسبة للزهرة في الحوت حتى يوم 25-2 فهي سعيدة بنسبة 0% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 سعيد بنسبة 15% ولكن الآن بلش بمراحل الانتقال تبعته فبتبلش نحوسته من الأيام القادمة وبتبلش الحدية أو الاختلال بالجو أو الأحداث العنيفة تظهر على الساحة ابتداء من يوم الغد فعشان هيك لأنه بلش بمراحل الانتقال تبعته من الثور للجوزاء فدائما قبل خمس أيام ببلش في أحداث عنف تزيد والتحديدات أو تحتد الأمور في المناطق الحادة أو الحامية بيصير فيه أشياء لها علاقة بالنيران بالتفجيرات بأحداث العنق تبدأ طبعا ابتداء من يوم الغد بشكل أوضح وبصير تزيد بزيادة كل ما اقتربنا ليوم الانتقال أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% أما بلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 فهو سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر ما زال موجود في البيت السادس في ساعات المساء بدو ينتقل للبيت السابع لبرج الميزان يعني طاقتكم شوي بتصير تضعف ولكن بتصير الأمور أفضل بما أنه اليوم القمر سعيد فبركز اليوم على العمل وإنجاز بعض الأعمال أو لاهتمام بشؤون صحية يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية لكم أهم إشي أنكو تستثمروها بشكل جيد مع زملائكم ورؤسائكم بالعمل أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم برضو في نوع من أنواع الفرص على المستوى المالي بتحقق بعض المكاسب أو الاهتمام في الأمور المالية بشكل إيجابي في منكم رح يحصل على هدايا أو على مكافآت ولكن بعضكم ممكن تجي مصاريف بشكل مفاجئ أهم إشي أنه نديروا بالكو على مصاريفكم يعني من بعض الالتزامات يعني ما في داعي للتهور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة شوي على أمور العصبية أو الحدية أو مزاجكم متعكر بكون بدكم شوي التركيز اضبط عصابك ركز بشكل جيد ادرس واستعد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة وفي نفس اللحظة خلي الهدوء هو ملك الساحة يعني يسيطر على عصابك بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت جيدة اليوم يعني تقريبا في بعض الأمور البيتية أو العائلية أو العقارية أو مشتريات ترتيبات أو تصلحات إلى علاقة في البيت تهتم فيها بشكل كبير أهم شيء أنك أنت ما تبعد أو ما تقصر بشؤونك العائلية ممكن بقلق يكون على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الحساسية أو تتحسس من تصرف أحد الأبناء أو أحد الأحبة ممكن شوي يصير فيه سوء تفاهم أو نقاش أو جدال أو حدية بالطباع في بعض الأوقات حاول تضبط أعصابك عندك نوع من أنواع الحساسية للزيادة من بعض التصرفات هي اللي ممكن أنها تأثر عليك لا تبالغ كثير بحظوظك في ساعة المساء الأجواء بصير إيجابية الحظ بدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس لا إلك حاولوا أن تنجزوا اليوم ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكون تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ممكن تشعر ببعض الإرهاق بسبب كثرة الأعباء أو بسبب وضع صحي أهم شيء أنك تنظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات حاذر من التبذير ممكن تعالج مسائل المالية ورح تجد حلول لأمور العلاقة بالفواتير المتوجبة عليك أما بالنسبة للبيت السابع فهذا طبعا القمر لسه ما انتقل لبيت الشراكة فعشان هيك شوي ضبط العصابة أثناء التعامل مع الشركاء مطلوب ممكن اليوم تهتم بموضوع العلاقة بالزوج أو الزوجة ولكن اضبط عصابك ما في داعي للعصبية أو فتح ملفات قديمة أو مواضيع قديمة على أساسها ما تصير مشاكل حادة أو تكبر المشكلة ما بينكم في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية ولكن ابعد عن المواجهات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم بأمور العلاقة بالقروض أو الأمور البنكية أو الأمور الأموال المشتركة ما بينكم بين شريك وبرضو الأجواء جيدة لإنجاز أعمال بشكل مشترك في بعض المصاريف الاستشفائية أو العلاجية أو بعض المصاريف اللي إلها علاقة بضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع الضغط يعني بتسبب تشتت فكري عندك برضو التركيز مش قوي إذا عندك امتحان جامعي أو مقابلة اليوم بدك تدرس وتستعد برضو بشكل جيد ساعات المساء بتصير الأجواء إيجابية بتدعمك ممكن تظهر بعض المعلومات إلها علاقة بالسفر أو اتصالات من أشخاص خارج البلاد أو تهتم بتفاصيل مواضيع إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد إذا كان عندك سفر أو تنقلات حاول أنك تحذر على الطرقات المفتوحة وتتفقد أوراقك وأمتعتك بشكل كامل وحاول أنك تضبط عصابك برضو ما تخلي شيء نرفزك إذا في مواضيع العلاقة بالأوراق والمعاملات القانونية اليوم برضو جيد أنك أنت تهتم فيها أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة جدا اليوم على مستوى السمعة ممكن تعزز سمعتك أو علاقتك ما بين رؤسائك بالعمل ممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة اليوم على مستوى العمل أو الاهتمامات بعمل معين ممكن اليوم تطرح فكرة أو مشروع معين يبادر أحد الأشخاص لمساعدتك فيه أو يكون عندك مؤتمر أو دورة أو إشيء العلاقة بالسمعة بتعزز سمعتك أو مكانتك بالنسبة للبيت 11 طبعا بيت الأصدقاء ما زال فيه نوع من أنواع الضغط يعني ممكن تشعر بالخدلان أو سوء التفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء حاول تضبط عصابك قدر الإمكان ما في داعي للمواجهات ولا للحدية ولا حتى لفتح مواضيع خلافية أو خلافات ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن شوي يهتموا بعض الأصدقاء فيك كاتصالات أو حوارات أو تواصل معك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا فيها إيجابية دعملة إليك بقوة على المستوى الصحي والمستوى النفسي على مستوى العمل وبرضو في بعض الأمور اللي رح تهتم فيها أنت إلها علاقة إما بزيارة مريض أو مركز صحي أو مستشفى أو يعني أشياء إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس عندكم وهذا إشي ممتاز جدا بيدعمكم بشكل قوي اليوم الطاقة أكثر وأعلى والحظوظ بتدعمكم بشكل كبير ممكن اليوم تستثمروها بكثير من الأشياء وتحققوا إنجازات كان صعب إنكوا تحققوها بالفترة الماضية بالنسبة للأمور النفسية ممتازة جدا الأمور الصحية تقريبا بدها بعض المتابعة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم تقريبا بأوجها يعني ممكن تهتم بدفعات أو مصاريف أو يكون عليك التزامات أو سداد بعض المبالغ أو تدفع مصاريف لشيء أو قيم لشيء معينة أهم شيء إنك ما تبالغ كثير بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم رح تنشط بالحركة بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات بالنقاشات رح تكون ملفت للانتباه بشكل كبير أهم شيء إنك تنظم كل أمورك اليوم حتى على طريقة الحوار لأنه رح تكون مقنع بشكل جيد فممكن تستثمرها في تحقيق غايات لا إلك ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء على مستوى البيت شوي بتحمل نوع من أنواع الضغوط ممكن سوء تفاهم حوار نقاش انزعاج من تصرف أحد أفراد العائلة أو بعض الأعطال أو الاهتمامات البيتية أهم شيء ما في داعي لتكبير الخلافات بالهدوء كل الأمور بتنحل أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتشتد رابتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحيح اللي انطباعت عنك اثبت للمشككين طاقتك ما تستسلم للضغوط بالتحقيق الإنجاز أهم شيء المثابرة اليوم رح تكون ملفت للانتباه للجنس الآخر الجنس الثاني يعني إذا كنت أنثى الذكور بتلفت النظر لهم إذا كنت ذكر الإناث بتلفت النظر لهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالصحة والعمل ممكن تنهمك ببعض الأعمال أو إنجاز بعض الأعمال حاول أنك يترتبها ما تخليها تتراكم عليك بشكل كبير وبرضو راقب الأمور الصحية ممكن تهتم ببعض الأدوية أو مشتريات أدوية أو مسائل صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكي جيد جدا دعميتك بقوة وبتعمل يعني أشياء ملفت للانتباه لتعزيز الروابط العائلية أو روابط ما بينك وبين الشريك ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بتوطيد علاقة أو تتراجع عن قرار سابق أو تبدأ بتنفيذ خطة أو مرحلة جديدة في توطيد العلاقة ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ما زال في بعض الاهتمامات أو القلق من مسألة بتتعلق في بنك في ضريبة تأمين فواتير التزامات دفعات هي هاي أكثر شيء بأرقاك اليوم أو ممكن أنه يكون في هيك تفكير حول هذا الموضوع ممكن بتجتهد لحل بعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو بعض الأقصاط أو بتأمن حالك بقيمة مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا جيدة جدا تدعمك على مستوى تعاملك مع أجانب أو سفر أو امتحانات جامعية أو حتى على مسائل إلها علاقة ببعض الأمور اللي بتتعلق في مراسلات أو تفكير بسفر أو أوراق قانونية أو معاملات إلها علاقة بهذا المضمون الأجواء إيجابية والحضوض الدعم لإلك بقوة أهم إش أنك تستثمرها وتحاول تنجز كل الأمور المهمة بهذا الباب خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء هنا بتركز على بيت السمعة حاول أنك ما تشوه سمعتك حاول أنك ما تستسلم لأي ضغوطات ممكن أنها تشوه سمعتك ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو محاولة بعض الأشخاص لاستفزازك ما في داعي لخلافات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل حاول ما تتهرب عن عملك إنجز أعمالك بوقتها ودعم من مكانتك بشكل قوي بالنسبة لبيتك 11 الأجواء على مستوى بيت الأصدقاء قوية ودعملة إلك بقوة اليوم ممكن تعزز علاقتك مع بعض الأصدقاء أو يدعموك بعض الأصدقاء في مسألة ما ممكن تحقق إنجازات كان صعب إنها تحقق بالفترة الماضية ممكن اليوم تتواصل مع صديق قديم أو ممكن تتلقى اتصال أو ممكن يتوجه لك دعوة لمناسبة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغوط بتتوتر، بتنفعل، بتعصب، تحتد، أهم شي إنك أنت ما تتعب صحتك وما تهم الغذائك وما تهم الراحتك أهم نقاط هذه اليوم تهدم فيها ممكن تنشغل في مسألة إلها علاقة بالاستشفاء أو بالعلاج أو بالمستشفيات برج الجوزة طبعا ما زال القمر موجود في بيتك الرابع وهو يعني تربيع معاك فهذا الإشي بيضغط على أعصابك بيخليك متوتر أو حاد الطباع المسألة بدك تصبر لغاية ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية أكثر بتبلش تشعر بطاقة وحيوية أعلى الأجواء مش ضاغطة بشكل كبير على المستوى النفسي يعني ممكن طاقتك ضعيفة أو قلق من مسألة معينة أو ممكن زعلان من شيء معين ولكن مع ساعات المساء كل الأمور هاي بتبلش تتغير أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي بتفتح مجالات لفرص ومكاسب مالية وحلول مالية وممكن إنك شوي تبحث عن دعم معين ممكن إنك تجد ضالتك أو داعمك في هذا اليوم أهم شيء إنك تقلل من مصاريفك ترتبها الحضوض جاي جاي على المستوى المالي ولكن بدها صبري شوي أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء بتخليك موسوس أو عايش بوهم أو الوهم ممكن يسيطر عليك جهازك العصبي تعبان أو حاسس بتوتر عصبي زيادة حاول إنك أنت ما تنفعل ما تعصب ما تضغط نفسك زيادة في نفس اللحظة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ بشكل مبالغ فيه في نفس اللحظة عند قيادة السيارة أو أثناء حركتك بدك تنتبه من الحوادث أو الإصابات ممكن يكون لك تعامل ما بينك وبين أخ أو جار ولكن بدك تنتبه من الحدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة أهم إش إنك تهدئ من روعك وتوقف شوي عن التفكير يعني حاول إنك تفكر بشكل إيجابي ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إش إنك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بلويونة تامة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتحس إنه في فتور أو برودة أو بالعواطف أما في حرارة كاملة اليوم أو إنزعاج من تصرف الحبيب أو من سوء تفاهم ما بينك وبينه أو من إهماله طبعا هاي الضغوطات كلها مع ساعات المساء بتبلش تتلاشى شوي شوي لأن القمر بده ينتقل وصير في بيتك الخامس فالأجواء بتصير إيجابية ودعملة إليك على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحظوظ بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على العمل اليوم ممكن تنشغل بأكثر من عمل مع بعض ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تتممها برضو في نفس اللحظة بدك تنتبه زي ما حكينا على الوضع الصحي من قلق صحي أو نوع من أنواع التعب أو الإرهاق أهم شيء أنك تتابع تغذيتك تتابع أدويتك بشكل جيد وما ترهق حالك بشكل كبير وريح أعصابك ما تخلي الوسواسي سيطر عليك أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا بتركز على مسائل لها علاقة بالشريك الأجواء حادة ممكن تنزعج من قذلان أو من تصرف أو من معلومات بتوصلك عن الشريك هاي الأشياء ممكن تضغطك أو تسبب لك نوع من أنواع العصبية ما تفاقم الأمور وما تخلي الحدية توصل لحد أنك ما تقدر تعالج الأمور يعني بمعنى آخر خلي الأمور مرنة شوي أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن تسعى مسألة إلها علاقة بتسوي مالية أو قرض مالي أو أمور إلها علاقة ببنك أو أمور إلها علاقة بضريبة أو تأمين أو دفعات لبعض الفلوس القانونية ممكن برضو مصاريف علاجية الأجواء جيدة شيئا ما يعني بتقدر ترتبها وبتقدر تحصل على الدعم إن شاء الله إذا كررت المحاولة مواليد العشرية ثالثة هم أكثر المستفيدين في هذا الباب اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول لك الأجواء ما زالت ضاغطة على بيتك التاسع وكل ما يتعلق في البيت التاسع بسبب لك نوع من أنواع التوتر وخصوصا أمور إلها علاقة بالسفر اتصالات مع أشخاص خارج البلاد امتحانات جامعية أو مقابلات أمور إلها علاقة بالمراسلات وتأخير بريد معين إيشي إلها علاقة بالسيارات أو السفر أو يعني الأمور هاي كلها هاي أمور ضاغطة عليك ما في داعي إنك أنت تشحن حالك بطاقة كبيرة ممكن خدلان من أحد الأشخاص خارج البلاد أو أجنبي ممكن تعطيل لمسألة معينة الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الحدية بدك تصبر شوي الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي ممكن تحقق بعض المكاسب ولكن في فترة لاحقة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على بيت السمعة حاول قدر الإمكان اليوم تستغلها وتستثمرها ممكن تسمع إشادي بعملك أو تكريم على إنجاز بعض الأعمال اللي لإلك ممكن مديح على قدرتك على إنجاز بعض الأعمال أو حتى أنك ممكن تدافع عن سمعتك في مسألة معينة وتثبت ذاتك أو تدافع عن حالك بشكل قوي ومقنع أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا الأمور هنا على مستوى بيت الأصدقاء ما زالت فيها نوع من أنواع التوتر عشان هيك بيقولي الخدلا حاول قدر الإمكان ما تعاتب وما تحاسب أصدقائك شوي تشحن حالك بطاقة إيجابية في ساعات المساء بتتبلو الأمور بشكل واضح وممكن أنك أنت يعني يرجع لاهتمام في هذا الموضوع ولو كررت المحاولة يوم الغد بتلاقي الأجواء صارت إيجابية ودعملة إلك ممكن شوي بتحاول أنك تنيل على بعض الأشخاص ولكن تجد منهم إما الجفاء أو الإهمال أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على أشياء إيجابية تقريبا الأجواء داعملة إلك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي زي ما حكينا طبية أو استشفائية أو أمور إلها علاقة بالتغذية أو صحة أحد الأحبة مثلا أو أمور إلها علاقة يعني بتحصين نفسك من كيد بعض الأشخاص أو تلسينهم عليك أو تآمرهم عليك الأجواء بتدعمك وبتقدر تنجز هاي الأمور كلها بالكامل الأهم شيء أنك ما تستسلم وتفقد عصابك لأنه إذا فقدت عصابك يعني فيه مشكلة مرج السرطان طبعا برضو اليوم النشاط عالي جدا رغبتكم بالتنقلات والاتصالات والحوارات عندكو طاقة كبيرة وبرضو عندكو كثير من الأشياء اللي حابين تنجزوها أو تتمموها خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تحافظ على انفعالاتك بشكل مباشر يعني أما بالنسبة للبيت الثاني وبنتبه على موضوع المصاريف على الموضوع الالتزامات ممكن شوي يقلقك موضع مالي معين أو توتر على مستوى مالي أو الالتزامات مالية بتكون عليك أو فوترة بعض الأمور يعني شوي بدك تهتم بهذه المسائل وقلل من مصاريفك شوي في ساعات المساء الأجواب تصير إيجابية على المستوى المالي وممكن يجيك خبر يعني يساعدك على هذا الباب أما بالنسبة للبيت الثالث فالقمر طبعا موجود في العذراء بيتك الثالث واليوم بشكل إيجابية يعني فيه زوايا إيجابية في الموضوع فبتنشطوا في أمور العلاقة بالتنقلات أو السفريات القصيرة والاتصالات اليوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر عندكم التنقلات والحركة والتواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء لا تكثر من مطالبك وتجنب الاعتماد أو اعتماد أسلوب فضل ابتعد عن التحديات قدر الإمكان ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت ضاغطة بتسبب بعض التوتر بعلاقتك ما بينك وبين بعض الأقارب أو أفراد العائلة ممكن تظهر بعض الأعطال أو تهتم ببعض المشتريات أو بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو بشاء عائلي معين أهم شيء ضبط الأعصاب وما تهمل واجباتك العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي بشكل قوي بتعزز من علاقتك بشكل قوي ما بينك وبين الأحبة ممكن اليوم تهتم بالحبيب أو بأحد الأحبة أو الأبناء أو أحد الوالدين بمسألة معينة وممكن برضو يكون لك اهتمام بأشياء فنية أو تجميلية أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل في ضغط عمل أو بتتراكم عندك بعض الأعمال ما بتقدر تنجزها بالكامل وفي منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو الأدوية أو مسائل استشفائية أو عيادة مرضى مثلاً بالنسبة للبيت السابع الأجواء اليوم إيجابية ودعمة برضو على مستوى تعزيز الأمور ما بينك وبين الشريك يعني ما بينك وبين الزوج أو الزوجية أو أمور إلها علاقة بالشراكة المالية يعني الأجواء إيجابية أهم شيء أنك تحافظ على طاقتك موليد العشرية الثالثة هم أكثر المستفيدين أما بالنسبة للبيت الثامن فنجد الأمور على مستوى الأموال المشتركة كمطالبات ديون قديمة مطالبات قديمة استفزازات مالية هي اللي بتظهر على الساحة فعشان هيك يعني حاول أنك قدر الإمكان ترتب أمورك المالية ما تجازف وتبالغ بالمسائل المالية مهما كانت الظروف عشان الأجواء مش مساعدة لإلك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا بتدعمك بقوة على مستوى مسائل إلها علاقة بالسفر البعيد أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو المناقشات المقابلات الدراسة تخصصك الأوراق القانونية المعاملات البحوث كلها هاي أجواء إيجابية وبتدعمك بشكل كبير ممكن تهتم بموضيع إلها علاقة إما بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية أو بالسفر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة دير بالك حاول أنك ما تتغيب عن عملك ما تدخل بمواجهات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل ما تهم الأعمالك وبرضه حاول أنك تخلي فيه تواصل جيد ما بينك وبين الأشخاص دول مناصب وما تحتد وما تزيد المطالب يعني بمعنى آخر ما تشوه سمعتك وما في داع على مخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو زيارة معينة وممكن تهتم ببعض الأمور أو المسائل اللي بتتعلق بأحد الأصدقاء أو ممكن يبادر أحد الأصدقاء لمساعدتك في مسالمات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهونا بنقول لك يعني بدك تنتبه على الصحة بدك تنتبه على صحة أحد الأحبة وممكن أمور استشفائية أو أمور علاجية أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة زي المستشفيات والمطاعم والأمور اللي زي هيك أهم شيء أنك ما تغامر وما تجازف زي ما حكينا وما تهمل أعمالك برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في البيت الثاني لا إلك وهذا مكان مناسب شيئا ما بعطيك نوع من أنواع الإيجابية طاقتك تقريبا أحسن من الأيام الماضية ممكن تتحرك بأكتر من اتجاه اليوم وممكن تبادر في أكثر من موضوع مع بعض أو تحاول تحسن الوضع المالي عندك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هو بيت المال فثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقذ قبل توقيع على العقود حدد أهدافك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت متوترة بتشعر بنوع من أنواع العصبية إذا حدر طلب منك شيء يعني إذا طلبوا منك مشوار أو حركة أو التزام بشيء بتلاقي حالك بتنضغط ما بدك بدك تحاول أنك ترتاح لسه ما عاد النشاط بالقوة اللي أنت كنت عليها فعشان هيك ممكن تظهر لك أمم مشوير أو تنقلات تكون مش بالحسبان فعشان هيك ممكن تنشط فيها بشكل كبير وبرضو بدك تحذر من العصبية والحدية والإنفعلات اليوم ما في داعي أنه يبين عليك أنك أنت مستاء برضو دير بالك من الكلام الجارح أو القارس أو حتى سوء التفاهم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت الرابع عندك اهتمامات بيتية وعائلية بشكل كبير في مسألة العلاقة بالبيت أو بالعائلة راح تهتم فيها أو تنجزها أو ممكن تكون عبئ عليك أو حمل عليك وممكن صحة أحد الأحبة أهم شيء أنك ترتب الأمور البيتية بشكل كامل وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تنفعل وما تعصب أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا بنقدر نقول أنه الأجواء مش بالقوة الهائلة ولكن أنه ممكن يصير فيه تواصل أو عاطفي ما بينك وبين الحبيب أهم شيء أنك أنت ما تجادل ما تناقش ما تستفز الحبيب بانتقاداتك أو فضولك أو سيطرتك يعني حاول أنك تكون مرن ممكن تحمل القلق على صحة أحد الأحبة أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على مسائل إلا علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهم اليوم أو تهتم بإنجاز بعض الأعمال وفي منك راح يهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتكون إله أو لأحد الأحبة أهم شيء أنك تنجز أعمالك وتخلي علاقتك جيدة اللي هي جيدة أساساً ما بينك وبين زملائك بالعمل أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء هنا على مستوى بيت الشراكي متقلبة فعشان هيك ممكن يكون فيه خلاف أو حوار أو تصرف يعني ممكن يخليك تحتد حاول تضبط عصابك ما فيه داعي لتصعيد الخلافات بينك وبين الشركاء وخصوصاً الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهي الفترة جيدة للمطالبة بحقوقك أو بدعم مالي أو قرض معين أو تسوية بعض الدفعات أو الالتزامات الأجواء إيجابية ودعميتك بشكل جيد أهم شيء أنك أنت تستثمرها الأوضاع تقريباً نقدر نحكي إنها ممتازة على مستوى الأموال المشتركة بس بدك أنت تعرف كيف تستثمرها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريباً خالية تماماً من الحظوظ اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى أمور إلها علاقة بالسفر يعني ما فيها الطاقة الكثيرة عشان هيك بنقول لك إذا عندك امتحان أو عندك مقابلة أو عندك مؤتمر ركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ فيها انتبه أثناء قيتك للسيارة خصوصاً على الشوارع المفتوحة في ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة على مستوى هذا الباب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة والأبواب مفتوحة لعلاقات مع ناس ممكن أصحاب منصب ممكن رؤسائك بالعمل ممكن زملائك في العمل ممكن تسمع إطراء أو تكريم معين تحصل عليه بالفترة أهم شيء أنك تستثمر الفترة للدفاع عن سمعتك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الصداقة الأجواء مش بالقوة الكبيرة فعشان هيك ما تتوقع أنه يبادر أحد الأصدقاء لمساعدتك أو لنجددك بالفترة هاي بالعكس ممكن بالفترة هاي يتبخر الأصدقاء من حواليك أو تطلب مساعدة من أحد الأصدقاء ويخذلك فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك تكون مهيأ لهذا الأمر ما تفرض رأيك ما تفرض حالك وما تزعل وما تناقش إذا ظهر إلك أعداء من الأصدقاء أو من المعارف حاول أنك تأجل موضوع النقاش أو فتحة الموضوع معه لساعات المساء يعني بيصير الحجة معك أقوى أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل الوضع الصحي تقريبا بنقدر نحيي إنه شوي بأمان ممكن صحة أحد الأحبة اللي هي بيكون بدها اهتمام ممكن تركز على مسائل إلها علاقة بالتغذية أو رقابة صحية أو علاجات أو زيارة مريض ممكن تهتم بهاي أو تتواصل مع إنسان ماء على صحته ولكن الأجواء تقريبا بأمان على مستوى بيت المتاعب ممكن بعضكو يهتم بالغيبيات أكثر برج العذرة طبعا اليوم القمر ما زال موجود عندكم فعشان هيك ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدرو لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمورك وتقرر على جديد وتفرح لانفراج ولتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة باديهتك ممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك عما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى أمور المالية نجد إنه عندك أفكار كثيرة أو التزامات كثيرة أو بتحاول إنك تعالج مسائل مالية شوي فكرك بعثر على أكثر من اتجاه حاول إنك تنظم أمورك بشكل جيد حاول إنك ما تبالغ بمصاريفك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات الامتحانات النقاشات الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة واليوم ممكن تنشط بكثير من الاتصالات أو التحركات أو إنجاز بعض الأعمال ممكن بعضكو يهتم بموضوع إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالهاتف أو حتى بأمور إلها علاقة بأحد الإخوة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على مسألة يعني إلها علاقة بالبيت أعطال اهتمامات مشاغل مشتريات وضع عائلي معين الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التوتر على مستوى هذا البيت بتطلب منك الحكمة وعدم الإنفعال أثناء تاديتها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة الأجواء بتساعدك على تعزيز الروابط أو العلاقة ما بينك وبين الأحبة أو ما بينك وبين الأبناء وممكن اليوم تحصل بعض المكاسب أو الدعم من أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل بجد نوع من أنواع الصعوبة إلها علاقة بالعمل فيها ضغط فيها توتر حاول قدر الإمكان إنك ما تجازف ما تغامر بالمستوهات وفي نفس اللحظة ما تهمل أعمالك وما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية ما بينك وبين الشريك ممكن مراجعة محاسبة تفتح ملف قديم تحاول تصلح بعض المسائل بالفترة هاي أهم شي إنك ما تعصب وما تحتد وتحاول إنك تفرض الرأي على الشريك حاول تناقش بهدوء وبعقلانية أكثر على أساس إنه ما تفقد السيطرة الأجواء بتعزز العلاقة ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة نجد هنا نوع من أنواع الإضطراب المالي أو الفكري أو ممكن مزعوج من مسألة مالية أو ظهرت بعض المسائل المالية اللي بتوترك وبرضو في نفس اللحظة هذا بيت له علاقة بالوسواس فعشانك ممكن الوساوس تكون الزيادة أو الوهم يسيطر عليك بالفترة هاي فبدك تنتابه من كل الأمور اللي إحنا ذكرنا إن كان مالي أو نفسي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتدعمك بقوة على مستوى مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع الجانب وممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو على مستوى معتمر أو مناقشي أو الأمور الجامعية هذا بيت الأمور الأكاديمية وبرضو أمور السفر فالأجواء إيجابية ودعمة بقوة على تلقي أخبار أو اتصالات أو معلومات أو دراسة امتحانات كلها هاي إجواء ممتازة بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء مش بقوة دعمة فعشان هيك بتجد إنه شوي في أشخاص بتحاول إنها تشوه سمعتك أو تهاجمك أو إنها تجد ثغرة عشان تنقض عليك حاول قدر الإمكان إنك تكون هادي الأجواء كلها مع ساعات المسائب تتغير بتصير ثقتك بنفسك أكثر خصوصا على مستوى العلاقة بالعمل على مستوى العلاقة بالسمعة أهم شيء إنك أنت ما تتهور ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما في داعي للمخالفات أما بالنسبة إلى بيتك 11 الأجواء بتدعمك على مستوى الصداقة والعلاقة ممكن تتعزز من علاقتك بشكل قوي وبرضو بتعمل لك تقارب جيد ما بينك وبين أصدقائك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتسعد بلقاء الأصدقاء أهم شيء إنك أنت ما تفقد السيطرة زي ما حكينا على إمكانياتك أو ثقتك بنفسك أو حتى بعصبيتك لا توجه انتقاد ولا تحتد أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فالأجواء تقريبا ما زال فيها بعض الضغط عشان حذرنا من الوسواس في منك ورح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالغيبيات أو بموضوع قديم أهم شيء إنك تنتبه لصحتك ولغذائك وحاول إنك ما تهمل واجباتك وأعمالك برضو الفترة هاي بتحمل قلق على صحة أحد الأحبة مرج الميزان طبعا ما زالت الأجواء ضاغط عليك بشكل سلبي بسبب إنه القمر لسه موجود بالعذراء لغاية ساعة المساء بعدين الأجواء بتتحسن شيئا ما بتصير الأجواء يعني أحسن ولكن مش بالطاقة الكبيرة لغاية يوم الغد فعشان هيك الأجواء تقريبا مشابهة لليوم أمس فيها نوع من أنواع الضغط حاولوا قدر الإمكان إنه اليوم ما تتخذوا قرارات حاسمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على مسائل المال ممكن اليوم تهتم ببعض المبالغ المالية أو تحسين وضع مالي أو بعض الأرباح اللي ممكن تيجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن بتظهر بعض المصاريف ضبط الميزانية هي المطلوبة خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثالث الأجواء بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب وبيتك الثالث هو تربيع مع القمر معناته منجد أنه اليوم عندك نوع من أنواع زي مش اكتئاب أو هيك شو سمع ما إلك نفس تتحرك ما إلك نفس أنك تتمم بعض الأعمال محبط شوي هيك فيه نوع من أنواع الملل أهم شي اليوم أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية لغاية ساعات المساء لأجواء بتتحسن شيئا ما أهم شي أنك أنت برضو اليوم إذا عندك امتحان أو مقابلة حاول قدر الإمكان أنك أنت تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع في عندك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة في البيت أو العائلة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بتصليحات أو ترميمات أو بصحة أحد أفراد العائلة أهم شي أنك تنظم الأمور بشكل جيد في بعض يعني الأمور الإيجابية راح تكون على هذا المستوى وممكن أحد أفراد العائلة يساعدك في مسألة ما بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا فيها نوع من بما أنه ضغط موجود فهذا الإشي بسبب لك بعض سوء التفاهم أو المشاحنات أو الخلاف أو ممكن تقلق أو الوسواس على أحد أفراد الأحبة مثلا أو أحد الوالدين أو مثلا أحد الأبناء أهم شيء أنك اليوم ما تغامر بأي مجازة فيه أو مثلا مشاحني ما بينك وبين الحبيب بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة على مستوى العمل يعني عندك قدرة لإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام فيها فعشان هيك يقول لك ما تبالغ بأعمالك وما تعمل بأعمل مثلا غير اللي مو كلا إليك يعني بمعنى آخر بس الضروري هو اللي يعمله راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا بتركز على مسائل الشراكة ممكن اليوم تستاء أو تتحسس من تصرف من تصرفات الشريك أحاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بأي مواجهة أو كلام أو حدية بالطباع أو سوء تفاهم يكون ما بينك وبين الشريك اليوم بينك وبين شريك المال أو الزوج أو الزوجة يعني بمعنى آخر خلي الأجواء تكون روتينية بيكون أفضل أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة اليوم ممكن تهتم بموضوع العلاقة بالبنك بالضريبة بالتامين أو بالقروض أو ببعض الفواتير ممكن تهتم بمصريف استشفائية أو علاجية أو مبالغ لإلك بتحاول أنك تستردها أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا مش مشجعة أو مش قوية على المستوى المالي أو على مستوى الاتصالات البعيدة فعشان هيك يحاول قدر الإمكان برضو إذا كان عندك مقابلة أو امتحان جامعي أنك أنت تدرس وتستعد ما تعتمد على الحظ إذا عندك سفر ممكن يتعطل أو ممكن الأمور ما تتم بشكل كامل إذا تم حاول تتفقد أوراقك أم تعتك انتبه أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة اللي عنده امتحان جامعة أو مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة الأجواء إيجابية بتدعمك على مستوى العمل أو علاقتك مع المسؤولين أو رؤسائك بالعمل أو زملائك الأجواء فيها إيجابية نسبة الحضوض عندك عالية في هذا المستوى ممكن اليوم تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمؤتمرات أو إلها علاقة بالندوات أو الاجتماعات بالنسبة لبيتك أحد عشر ممكن تزعل أو يتأخذ على خاطرك من أحد الأصدقاء بسبب تقاعصه أو قدلانه أو كلامه أو تدخله في شؤونك حاول قدر الإمكان إنك ما تختلق المشاكل أو تحسم الأمر اليوم يعني بمعنى آخر اترك الموضوع ليوم الغد بتلاقي الأمور إن وجد لها حلول أو إنها انتهت المشكلة أو الخلاف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالقمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك ضغط الكواكب أو ضغط البيوت كان سلبي في أغلبه فاليوم يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة هاي نصيحتي لإلك اليوم برج العقرب طبعاً الأجواء على المستوى الشخصي اليوم تقريباً أحسن من الأيام الماضية نفسيتك فيها شوية طاقة فعشان هيك عندك حيوية عندك قدرة على الإدارة لبعض الأمور ولكن القمر بتجه ببيت المتاعب فممكن يأثر عليك أو يعطلك بعض المسائل أو يعني يضعف من طاقتك شوي احذر من بعض المشاكل اللي ممكن تصير ما بينك وبين أحد الأصدقاء طبعاً بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي بتراكم عندك بعض الالتزامات أو الديون أو ممكن يكون عندك بعض المتطلبات المالية حاول قدر الإمكان أنك ترتب أمورك المالية بشكل جيد ابعد عن المصاريف لزيادة وما تجازف وما تغامر بالأمور المالية خلال هذا النهر انتبه على أموالك من السرقة أو ضياع وبرضو الالتزامات ما تقدر أنك تأديها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور الاتصالات أو التواصل أو التنقلات اليوم رح تنشط بكثير من الأمور على المستوى الحركي أهم شيء أنك تحافظ على نشاطك بشكل كبير وفي نفس اللحظة ما ترهق حالك انتبه أثناء قيادتك للسيارة الأجواء ما بتخوف بالنسبة للحوادث ولكن ممكن يصير بعض الأعطال اهتم برضو بأمور الها علاقة بالإخوة ما رح تكثر الاتصالات ما بينك وبين أحد الإخوة اليوم وبرضو ممكن يكون في أمور الها علاقة بالامتحان أو السفر القصير أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت شوي مشحونة وبتسبب لك نوع من أنواع الضغط فعشان هيك في بعض الخلافات أو النقاشات ممكن تصير على مستوى البيت أو تحتد بأمر معين أو ممكن يكون في بعض الأعطال يعني الاهتمامات على مستوى العائلي ممكن تكون مربكة شوي تتطلب منك نوع من أنواع الانتباه أكثر ما تحتد ما تعصب وفي نفس اللحظة حاول قدر الإمكان أنك ما تجازف بالأمور العائلية ممكن تقلق على صحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا مش قوي كثير ولكن أنه بتحمل لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالعواطف إلها علاقة بالفنون إلها علاقة بأحد الأبناء حاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بأي مواجهة أو حدية أو إساءة أو تدخل في شوء الأحبة عشان الأمور ما تخرج عن السيطرة وتصير خلاف ومشكلة بالنسبة للبيت السادس طبعا الأجواء بتركز على العمل على الصحة انتبه أنه يتراكم عندك بعض الأعمال عشان هيك ما نقول لك ما تلتزم بأعمال كثيرة خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة بدك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة انتبه لصحتك من بعض الأمور اللي ممكن تطلب مراجعة طبيب أو تهتم بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء جيد يعني بتدعم أو بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة وبتعزز بعلاقتك بشكل قوي ما بينك وبين الشركاء الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أهم شيء انك ترتبها بشكل جيد وتعمل تواصل ما تهمل الأمور يعني الأجواء فيها إيجابية قوية أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة كيف نقولك لا تجازف ولا تغامر بأموالك ما تدخل بمشاريع جديدة بدون مراجعة أهل الاقتصاص حاول أي ورقة تحاول تتفقدها عيد حساباتك أكثر من مرة انتبه لمصاريفك ما في داعي للمجازفات بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على اتصالات خارج البلاد التواصل مع جانب أو أمور إلها علاقة بالامتحانات بالمقابلات السفر الأوراق القانونية المعاملات كلها هاي أجواء إيجابية يعني بتدعم من وضعك وممكن تنجز كثير من الأمور اللي إلها علاقة بهاي الأمور والحظ بيدعمك في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتركز على السمعة فعشان هيك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخذ يعني أشياء ممكن تكون سلبية عشان هيك حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما تتغيب عن عملك وما تدخل بمواجهة ما بينك وبين المسؤولين عنك حاول أنك ما تدخل يعني بأي شيء ممكن يشوه سمعتك في هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن ينطلب منك قود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح الفرصة إلك بغربلة ومعرفة الصديق من العدو في الفترة هاي اظهر انفتاح واهتمام أكثر الأجواء تقريبا مع ساعات المساء بدك تنتبه لأن القمر بتجه لبيت المتاعب فحاول قدر الإمكان في ساعات النهار ما في يعني في نوع من أنواع الضغط اللي بسبب بيت المتاعب أعطال خيبات أمل أمور صحية ممكن حوارات هيك شوية تستفزك بدك تضبط عصابك لا تراكم الأعمال وبدك تنتبه لصحتك بشكل كبير لأن القمر بتجه زي ما حكينا لبيت المتاعب عندك برج القوس طبعا اليوم بيتركز طاقته أكثر شيء على الأمور العملية على الأمور اللي إلها علاقة بمسائل تطلب منك مجهود إلو علاقة بالعمل إلو علاقة بالاتصالات بالحوارات عندك نشاط عندك حيوية ولكن بالمقابل حاول أنك أنت ما ترهق حالك بشكل كبير وبدك تنتبه لشؤونك الصحية أو لصحة أحد الأحبة وفي نفس اللحظة بدك تنتبه من الانتقاد أو تنتقد أشخاص أو الكلام اللاذع أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي الأجواء جيدة ودعمتك بقوة فممكن اليوم تحقق بعض المكاسب المالية إذا تحركت يعني إذا استغلت الفرصة للأمور المالية أو اتجاهت باتجاه أمور للمالية فالأمور المالية من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم الأجواء إيجابية ولكن إذا أهملت وظلت يعد في البيت فأكيد ما في أي وضع مالي رح يجيك حاول أنه تقلل من مصاريفك والتزاماتك في خلال هذا اليوم الأجواء إيجابية شيئا ما بالنحية مالية أما بالنسبة للبيت الثاني أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتخلي المزاج عندك عصبي عشان هيك قولنا تدير بالك من كلامك والجارح أو اللاذع أو المواجهات انتبه أثناء تنقلاتك ما في داعي للمغامرات ممكن اليوم يصير بعض العطال إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالتليفون دك تكون حذر إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد برضو اليوم بيحمل لك نوع من أنواع التعاون أو التعامل ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة وبرضو ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة والأمور العقارية أو مسائل إلها علاقة ببعض المصاريف البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي تقريبا مش بقوتها فعشان هيك بتحمل خلاف أو سوء تفاهم أو قلق على أحد الأحباء بدك تنتبه من هاي المسئلة وفي نفس اللحظة ما تساعد الأمور إذا صار في خلاف أو كان في خلاف نظم أمورك بشكل جيد ما تهمل الحبيب وزي ما حكينا دير بالك من الكلام الجارة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وتدعمك بشكل قوي على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل بالصحة بأمور إلها علاقة بالزملاء فممكن يبادر أحد الزملاء بمساعدتك بإنجاز بعض الأعمال وممكن تنجز أنت أعمال كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية والفترة هاي برضو بتركز على أمور صحية زي استشفائية أو علاج أو أدوية أو مراجعات طبية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا برضو نفس اللي جي بدك تنتبه على أي نقاش أو حوار ما بينك وبين شريك المال أو ما بينك وبين الزوج أو الزوجي الأجواء ضاغطة يعني تعمل سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار لغاية ساعة المساء لو تركت الموضوع ممكن يتصلح في ساعة المساء أو تصير مصالحة ما بينكم ولكن حاول في قد تضبط أعصابك قدر الإمكان في ساعات النهار أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى أمور العلاقة بالأموال المشتركة فممكن اليوم يحمل لك بعض المسائل اللي علاقة بالأموال أو حل مسألة مالية أو ممكن أنك اليوم تهتم بفواتير أو قروض أو بنك أو أشياء من هذا القبيل في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالغيبيات أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا الأجواء بتركز على مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الأجواء حادة فممكن تسمع خبر من بعيد سلبي أو ممكن أنك تهتم بموضوع العلاقة بالامتحانات الجامعية المفاجئة أو ممكن مناقشات فعشان هيك بدك تكون حذر لا بدك تكون مستعد أوراقك معاملاتك دراستك هاي بدك تكون مستعد بشكل جيد وانتبه أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة وخلي اتصالاتك واضحة إذا بتأجل الموضوع ليوم الغد بكون أفضل على مستوى هذا الباب أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا هنا الأجواء بتركز على مسائل إلها علاقة بالعمل فاليوم هذا مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع من مصالحه في مكان عمله وبتقدروا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة تتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم فكون عند حسن الظن بك بتجد يعني تجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرف العدائي وحاذر من الحوادث أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على بعض المسائل الليل علاقة بالأصدقاء فالأجواء تقريبا كانت في اليومين الماضي ممكن تحمل خلاف أو نقاش أو حوار أو استياء من أحد الأصدقاء مع ساعات المساء وكل ما اقتربنا لساعات المساء بتفتح نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين بعض الأصدقاء اللي ممكن يساعدوك في مسألة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء اليوم ولكن أهم شيء تبعد عن الخلافات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا تقريبا فيها إيجابية يعني بتدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تهتم بصحتك أو باع مالك أكثر ممكن اليوم برضو تحس أنه شوي صحة أحد العحبة أو أمور استشفائية أو مراجعات طبية أو إشي العلاقة بالمستشفيات هو اللي يلفت انتباهك برج الجديد طبعا اليوم برضو الأجواء الجيدة ودعمتك بقوة وعندك نشاط عالي جدا اليوم في عندك كثير من الأداف حاب أنك تتممها أو تنجزها في خلال هذا النهار استغلها وتممها وما تهملها وتأجلها لأنه الفرصة اليوم أقوى من بكرة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على الأمور المالية أكيد أنه الوضع المالي مازال في بعض الضغط فيه ناس بقولك أنت دايما تعطينا سلبيات أنا بعطيك إيجابية وبعطيك سلبية ما في داعي أني أنا أجام لك الإشي اللي في ضغط إذا أنا توقعاتي مش مزبوطة كتب لي مش مزبوطة أنا الوضع عندي واو أنا بيجيني ملايين قاعد وبتب لي فعلى المستوى المالي الأمور ضغطة بتسبب نوع من ألواع المصاريف أو الالتزامات المالية أو بتحاول ترتب وضع مالي معين في بعض الالتزامات أو الدفعات اللي مقلقيتك بالفترة هاي أو بترتب لدفعات مالية أو عندك مصاريف قادمة على الطريق أنت بتجهز حالك لإلها المهمة الوضع المالي هو أكثر إشي بشغل تفكيرك برضو خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والامتحانات وعلاقتك مع الإخوة والجيران يعني بتفتح لك مجالات جيدة على كل ما ذكرنا وممكن تنجز كثير من الأمور اللي بيشتغلوا في مجال التسويق هذا يوم مناسب لعرض سلعة أو للتسويق لسلعة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع هنا بتكون تحذروا من نقاش أو حوار أو خلاف أو سوء تفاهم أو أعطال منزلية أو بعض الورشات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ حاولوا قدر الإمكان ما تبالغوا وتجازفوا على المستوى العائلي ممكن تقلق بسبب صحة أحد أفراد العائلة أو ممكن أمر عائلي طارق أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي وعا مستوى الحضوظ الأجواء جيدة بتدعمك ممكن تعزز نقاط قوة إلى علاقة بالعاطفي وعلاقتك بالأحبة وممكن اليوم يكون لك لقاء مع الحبيب بشكل خاص أما بالنسبة للبيت السادس بس الأجواء هنا بتركز على مسائل اللي إلها علاقة بالعمل فعشان هيك بتحتد من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها وبرضو بنرجع على الأمور الصحية والاستشفائية اللي رح تهدم فيها أو في صحة أحد الأحبة أكثر أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء بتركز على مسائل اللي إلها علاقة بالشريك المال والعاطفي وبين الأزواج فعشان هيك الأجواء جيدة حتى للمصالحة أو للتقارب وممكن تحلوا مسائل كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية أو تبادروا بمصالحة معينة بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة الأجواء بدها نعمل أنواع الترتيب عشان هيك ما تلتزم بأعمال جديدة ما تفتح ورشات جديدة ما تبالغ بمصاريفك برضو ما تتهور على توقيع وراق أو عقود بدون ما تتفقدها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية مع البعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبكم معكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوى ممكن تقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا تقريبا بتولك دير بالك من المجازفة والتهور ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين الأجواء ضاغطة حاول تنجز أعمالك وتخلي علاقتك جيدة ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أو ما بين المسؤولين أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فعشان هيك على المستوى الاجتماعي والصداقة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تساعد بلقاء الأصدقاء أهم شيء إنك إذا طلب منك شيء العلاقة بالمساعدة من صديق حاول إنك تأديها أو تقوم معا أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو نفس الشيء اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في بعض المسائل الغيبية أو تهتم ببعض المواضيع القديمة وفي منك رح يهتم في مسائل تتعلق بمريض أو بمستشفى أو زيارة مستشفى أمور من هذا النوع أو مصاريف استشفائي أهم شيء إنك تراقبوا غذاكم وراحتكم ما تجازف وما تغامر حتى براحتك وأعمالك فإنجز العمال الضرورية والمهمة وما تخليها تتراكم عليك برج الدلو طبعا القمر صار موجود في البيت الثامن عندكم في أشخاص من موليد برج الدلو بيقول شو سبب هذا الضغط اللي موجود وليش سبب الانتحاس اللي موجود أول إشي خلينا نأخذها بشرح بسيط الدلو أول إشي كبرج موجود عندكم زحل عطارد المشتري والثلاثة هدولة مشكلات زاوية تربيع جاية ما بينها وبين أورانوس هاي أول سلبية وهاي بتعمل تقلبات ومفاجآت على المستوى النفسي بشكل كبير وفي نفس اللحظة بتخلي مزاجك متقلب والأحداث اللي بتصير معك مفاجئة هاي مسألة على المستوى البيت الثاني بنجد إنه الكواكب اللي موجودة بتشكل زوايا إيجابية تعمل على وعود يعني عندك أنت زوايا تسديس تنتين الزهرة صارت موجودة الشمس صارت موجودة تعمل نوع من أنواع الوعود تعمل فرص لأموال بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم ممكن أموال لإلك بتستحقها ولكن بالمقابل بسبب أنه اليومين الماضيات كاننا الثلاثة هدولة الزهرة والشمس ونبتهم عملات تقابل مع القمر الموجود مقابلك تماما فشو سوى سحب من هاي الطاقة الموجودة أظهر بحض المصاريف أو الدفعات أو القلق من وضع مالي أو من دفعات بتتراكم عليك هاي ثمين بالنسبة بالنسبة للبيت الثالث فهو خالي من الكواكب ما في أي تأثيرات عليه وما في أي برج هوائي أو ناري موجود برج ناري موجود فيه كواكب فهو بضغط والشمس موجود في بيت متعب وفضغطه أكبر فعشان هيك حديت الطباع التقلب بالمزاج عدم الرغبة بالحركة أو بتلاقي فيه هيك تقصير أو كسل بحيط فيك أكثر مالي من كل الأمور قابلية الاكتئاب عالية تقلبات على المستوى النفسي والصحي عالية جدا هذا الإشي برضو بضغطك بشكل سلبي عشان هيك بنقول ديروا بالك إذا عندكم امتحان أو عندكم مقابلة أو عندكم سفريات أو تناقلات من أمور اللي لها علاقة بالسيارات أو التليفونات أو الأمور اللي لها علاقة بالمفاجآت على المستوى الامتحانات يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد بالنسبة للبيت الرابع عندك هنا بنجد هذا عنصر البيت يعني هذا العائلة البيت منلاقي أنه رغم أنه أورانوس بشكل زوايا تربيع برضو بعمل تسديس فعشان هيك بتيجي مفاجأة يا إما اندماج كامل مع العائلة يا خلاف كامل مع العائلة يا إما الأمور مية في المية زابطة في البيت يا إما فيه أعطال منزلية هاي هاد أورانوس هيك بشتغل لأنه هذا له علاقة بالمفاجآت عندك زوايا إيجابية ثنتين وعندك زوايا سلبية ثلاثة أو ثنتين فعشان هيك بنجد أنه الأمور برضو بتضغطك على مستوى البيت وعلاقتك مع البيت والعائلة بشكل كبير المريخ بشكل زاوية تربيع جاي مع الزهراء بتعمل خلافات ونقاشات وحوارات واستياء من تصرفات بعض أفراد العائلة غير الخلافات وبتعملك عصبي وحاد وإلك ردات فعل ممكن بتتهرب من بعض المسؤوليات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي يعني مش بقوتها لأنه القمر بشكل زاوية تربيع مع هذا البيت فعشان هيك بتجد أنه العاطفي خلال الإمبارة واليوم مش بطاقتها بتجد أنه في العواطف عندك ضعيفة يعني بتنقصها الحرارة والمودة فعشان هيك بصير في خلاف ونقاش وحوار ما بينك وبين الأحبة أو بتستاءمن تصرفاتهم أو بتهمل الأمور هاي نهائيا بتحمل برضو قلق على صحة أحد الأحبة أو على أحد الأبناء قلق على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهنا رجعنا لأمور الصحة الأجواء هنا إيجابية لأنها البيت هذا بشكل زاوية تسديس إيجابية بتيجي مع القمر فعشان هيك منلاقي الأجواء بتحمل بعض الإيجابية على مستوى العمل وقدرتك على إنجاز بعض الأعمال ممكن تفتح ورشات عمل لها علاقة بالبيت أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة الأهم برضو الأمور الصحية منلاقيها أنها استقرت خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهو مقابلك تماما ما في أي كواكب موجودة فيه فبما أنه مقابلك والكواكب هاي كلها ضغطة عندك معناته منجد على مستوى الشراكة يعني في سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو ممكن أنه الأجواء تكون مختلفة تماما إذا طالعك بدعم هاي المسألة فمنجد أنه في نوع من أنواع أنك بتمشي الأمور فقط لأجل أنك تريح راسك يعني ماشي مع الروتين بالنسبة للبيت الثامن القمر موجود في البيت الثامن فلو لاحظنا أنه يومين في السرطان يومين في الأسد يومين في العذراء يعني مقابلك تماما سحب من طاقتك وجود القمر في المنازل هاي بكرة القمر بصير في البيت التاسع فبما أنه موجود في البيت الثامن اليوم برضو بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففه من النفقات المتصاعدة حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث مواضيع إلها علاقة بقرض أو تمويل أهم إشأنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا شو صار فيها بما أنه القمر بتهيأ ينتقل معناته هو ضعيف برضو رجعنا هنا للدراسة للامتحانات، لأمور إلها علاقة بالجامعات، السفر البعيد، العلاقة مع الأجانب، العلاقة مع برا، ممكن اتصال يجيك من الخارج، معلومات تجيك من خارج البلاد توترك، هاي كلها ضغط، لغاية بكرة الأجواء بتصير داعمة على كثير من البيوت لأنه بصير القمر في مكان أو في بيت حليف لإلك هوائي، أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة أو المعارف، أو أمور إلها علاقة بتقديم طلبات أو عمل أو وعود عمل أو بتحس أنه هيك الأجواء متقلبة على المستوى الأعمال ولكن فيها بعض الإيجابية حتى على مستوى معارفك في وعود قادمة ولكن هي بتنتظر الوقت أو الفرصة أهم الشيء أنك ما تشوي سمعتك هو بيت السمعة جيد يعني ما في أي خوف عليه ولكن أنت برضو ما تخالف القوانين بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا تقريبا يعني مش بقوتها على المستوى الاجتماعي لأنه برضو هذا البيت بزاوي التربيع مع القمر فعشان هيك يكون ضعيف بطاقته فمنقول لك هنا دير بالك من خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن يصير حدث معين أو تزعل أو تذائق من تصرف أحد الأصدقاء أو إفشأ سر مثلا أو خد لان تطلب منه شيء فهو ما يأدي لك هيه فتحمل هاي الفترة سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة جدا وخصوصا نبلوته بشكل ثلاث زوايا قوية فعشان هيك بمنح طاقة كبيرة وخصوصا لموليد العشرية الثالثة العشرية الثانية والأولى برضو بعطيهم ولكن بنسب ضعيف جدا فعشان هيك على مستوى الصحة تقريبا الأجواء مستقرة ممكن يدعمك على مستوى العمل على مواضيع قديمة يشكل لك نوع من أنواع الحماية أو يحميك من بعض الأعداء أو المشككين أو اللي بتآمروا عليك برج الحوت طبعا ما زال القمر موجود مقابلك تماما واليوم لآخر يوم عشان هيك شوي اليوم بتنشحن بشوي الطاقة أعلى أو بتبلش تتعزز الطاقة عندك ولكن مش بالقوة الكواكب الموجودة عندك هي اللي شوي بتشحنك بطاقة بتحسنه نفسيتك أحسن أو في نوع من أنواع السلام أو الهدوء الذاتي اللي من خلاله ممكن تبادر بكثير من المسائل اللي تكون لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ما زالت برضو ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن مصاريف أو اضطرابات مالية أو التزامات مالية حاول قدر الإمكاني ترتب مصاريفك ما في داعي للتهور ولا للمجازفات والمغامرات المالية الأوضاع بدها يوم لحديث مصير الأجواء يعني فيها بعض المرابح أو المكاسب المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على مسائلها علاقة بالاتصالات والحوارات والامتحانات والتنقلات وسائل النقل السيارة أو وسائل الاتصالات زي التلفونات أو الأجهزة الإلكترونية الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة فممكن تنشط بيها كلها وحتى بعلاقتك ما بينك وبين الإخوة والجيران برضو جيد جدا أهم شيء أنه يحذر موليد العشرية الأولى يديروا بالهم بس من بعض المفاجآت اللي ممكن تصير بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت يعني ممكن بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو المسائل البيتية اللي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو ممكن مشكلة عائلية معينة حاول تضبط عصابك فيه منك ورحيين شغل ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتصليحات أو بصحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا بتركز على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة بتعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالحبيب أو بأحد الأبناء فيه نوع من أنواع الحظوظ بتدعمك بشكل جيد خلال هذا المهار أهم شيء أنك تستثمرها أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا بتركز على العمل بنجد أنه فيه اضطراب على المستوى العمل والصحة أو قلق على مستوى صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة ممكن شوي يعني بعض الأعمال تطلب منك مجهود أهم شيء أنك ما تخلي أعمالك تتراكب عليك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا القمر موجود في البيت السابع اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة في فترة خلو المسار ما بنصح لإتمام خطبة أو زواج ولكن الأجواء إيجابية طول النهار دون فترة خلو المسار لخطبة أو زواج لتوقيع العقود برضو التجارية أهم شيء مراجعتها أهم شيء أنك تحاذر برضو من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان ممكن تواجه خصم شرس اليوم ويكون الغلبي لإلك أهم شيء أنك تحافظ على طاقتك وثقتك بالنفس بتشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ما زالت بتركز على أمور مالية مشتركة في ضغوط أو مطالبات مالية أو قلق من فواتير أو التزامات أو دفعات بتسبب لك نوع من أنواع الأرق يوم القمر بصير موجود فيها ممكن تبلش الأمور على وشك إنها تجد بعض الحلول لإلها أو إنك ترتبها بطريقة أو تترتب بطريقة اللي يطمئن بالك فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة على مستوى مسائل لإلها علاقة بالسفر البعيد أو أشخاص خارج البلاد بتدعم من علاقاتك ممكن تتلقى اتصال من بعيد يطمئن بالك من خلاله في منك ورح يهتم ببعض المسائل لإلها علاقة بالجامعة أو الدراسة أو الامتحانات فالأجواء إيجابية حتى اللي عنده سفر الأجواء بتدعمه ممكن أنت برضو تنشغل ببعض الأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا الأجواء بتركز على مسائل إلها علاقة بالسمعة ما زالت ضاغطة فعشان هيك بدك تدير بالك من أي سوء تفاهم أو أي مجازفات مغامرات أو خلافات ما بينك وبين رؤسائك أو زملائك بالعمل اشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان حاول أنك ما تخالف القوانين وما تخالف أعمالك وما تهمل أعمالك وعلاقاتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء وفي منك رح ينشغل ببعض المسائل اللي بتتعلق بأحد الأصدقاء أو ممكن يبادر أحد الأصدقاء بدعمكم في مسألة معينة أو تعاون مشترك أو مناسبة مشتركة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت المتاعب فبنجد أنه ضغط الكواكب اللي موجود ما زال بشكل نوع من أنواع الأرق وخصوصا على موليد العشرية الأولى والثانية هم أكثر المتضررين من هاي أزمة الكواكب فعشان هيك منقول أنه برضو بتكونوا تحذروا وديروا بالكم على صحتكم وديروا بالكم على تراكم الأعمال عندكم صحة أحد الأحبة يعني الأجواء شوي بدك تحافظ عليها على غذائك راحتك سمعتك يعني الأشياء هاي كلها بدك تكون حذر منها وتنتبه لها بشكل كبير إيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه